هسألك فيما يخص السوشال ميديا أو الضغوة بتاع السوشال ميديا هل الأهلي تأثر بالسوشال ميديا بإلغاء قرار تعيين مدير كورا من ثم بعد كده يعيين مدير كورا أو بالمسمى الجديد مدير رياضي كابتن محمد ربضان بعد خسارة الصباح الأفريكي ولا ده كان قرار النادي الأهلي خده بعيد عن أي ضغوطات هي المدير الكورا كانت القصة كلها من عند كولر كولر أنا مش عايز فنسي سيد عبد الحفيز طب نجا نشوف خالد بيبو لا بلاش سامي قمصان فمش هو ده القرار اللي يعلقك مباشرة بالسوشال ميديا بالضغط على الأهلي لكن تقدر تقول إن كولر نفسه كان يعني جاله لبن العصفور وبدأ يحس إنه هو كل حاجة وإنه هو يعني صاحب الكلمة الأولى عايز ده مش عايز ده بيجيب حتى يعني يعني ليس قصة كده يعني لكن الشارع مع إنجازات كولر من جبهير النادي الأهلي أدركت إن الرجل ده هو الفتك اللي هيقلص كل القصة وبالتالي إدارة الأهلي استجابت لكل طلباته إلى أن كانت الفترة اللي كانت في السؤال الثلاثة اللي فاته من حالة الخروج بقى مش عايز يسميها إنفلات عند بعض اللاعيبة هنا يعني لما اتخد قرار الكويتم محمد رمضان يعني وبيقول لك خدوا رأي كولر وكلام ده كله لا معلش يا كولر لو سمحت لك أنت على جنب بقى ديني حضيت هو ده اللي هيجي محمد رمضان وجي محمد رمضان لكن في حاجات كتير سوشيال ميديا كلها تأثير على النادي الآلي وعلى النادي الزمالك خصوصا فيما أتعلق بتدليل اللاعيبة تدليل اللاعيبة اه وبالدفاع عن اللاعيبة لمجرد إن الشارع على السوشيال ميديا بقى مع اللاعيب يعني ظالما أو مظلوما بتلاقي النهاردة اللاعيب بيغازل الجمهور بحركة بإماءة بمنظر بجملة بجملة بحاجات كده فارقة جدا جدا فبقى اللاعيب مدلل عند السوشيال ميديا هو أي انفلات بيجي منين بيحس اللاعيب إن هو يعني اتنفخ أنا أقوى من النادي نفسه اتنفخ اه اتنفخ اه فالشارع نفخ والسوشيال ميديا نفخ قودة الدور السلبي لها فمش لازم يبقى الضغط أنواع في ضغط على الإضارة في قرارات كتيرة ممكن نعدهم حضرتك يعني مش وفيش وقت وفي ضغوط إن الإضارة بتضل بتضطر تيجي في صف لعبها حتى لو غلط خوفه من السوشيال ميديا مأساة كارثة ده في لعيبة يا فندم ما بتمشيش من أندية حتى لو المدرب مش محتاجها عشان لا يبدأ محبوب جداً على السوشيال ميديا فما ينفعش نمشيه دي كارثة يعني بتلاقي النهاردة لا عارف فالله الدين اتغيرت لدرجة إنه مثلاً كانت الأندية خصوصاً أهل وزمالك خصوصاً الأهلي كان بيعاقب اللعيب قبل اتحاده قوله ما عاقبه ده بجد طبعاً أدخل ما فيهم شفاءات أي أسماء كده أدخل ما فيهم دلوقتي ما يقدرش يعمل كده لأنه في طيار بيدعم هذا اللعيب وفيه منافس هو بصص عليه لأن اللعيب دله يعني اتقرصت ودانه وورمت ودانه ممكن الدينية الجباهات تشتغل على السوشيال ميديا ووصل الحال في السوشيال ميديا بقى فيه اختراعات غريبة جداً يعني مثلاً فيه ناس بتأيد كريم رمزي بلاش بتأيده الناس واخدة منه موقف الناس اللي هم يعني القريبين منه المغردين اللي ما بيحبوش وعدين ولا أو سيادة من جبهات أخرى بيخشوا بيسخنوا فيهم قصدي يعني مثلاً يعني النادي الأهلي ونادي الزمالك بتلاقي مثلاً نادي الزمالك أو نادي الزمالك خد قرار بويس ضد العيب أو مع العيب أو في أياً كده الموضوع بتلاقي السوشيال ميديا النادي شغالة مع الزمالك في القصة دي أو مع الآلي فيه ناس بتتطوع بقى من المنافسين التانيين والمتارات الأخرى يخشوا ولعوا في الموضوع يسخنوا الدنيا يسخنوا الدنيا فبالتالي الأدوار بقت فيها كثير من الخبز يسخنوا الدنيا شكراً يسخنوا الدنيا